هذا ولا تزال دولة الكويت تعيش على وقع الصدمة باستشهاد اثنين من دعاتها الأفاضل جراء العمل الإرهابي في عاصمة جمهورية بوركينافاسو وغاداغو وهما العمد المساعد في كلية الشريعة بجامعة الكويت وإمامي وخطيب مسجد الدولة الكبير الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسيني أثناء وجودهما في الجمهورية الإفريقية لأداء مهمة دعوية الشيخان الجليلان يعتبرن نموذجين للإنسان الكويتي الذي جبل على فعل الخير وتقديم المساعدة والعمل في سبيل الدعوة بالحسنة والذان عبر عن أصالة المجتمع الكويتي المحب لدينه ونشر سماحة الإسلام في طريق الدعوة إلى الله وعلى خطى من سبقهما من أهل الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني حطى الشيخان الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني رحالهما في أرض سمرى كي يوصلا إليها أياد أبناء الكويت البيضاء يد امتدت بالخير والعطاء فقابلتها يد إرهاب غادرة خبيثة لم تسعى يوما إلا لنشر الدماء والخوف بين الناس يد الإرهاب طالت هما وهما يؤديان رسالتهم السامية فسقط شهيدين بإذن الله بعيدا عن أحضان وطنهما الشيخان الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسيني نشرت دعوة بروح وسطية بعيدا عن الغلو رحلا عن دنيانا لدار أبقى وأطهر وها هو جثمانهما يعودان إلى أرض الوطن على متن طائرة أميرية وبأمر أميري حزنا على فراق أبنائه البررة فعادت إلى الذاكرة كلمته هذا العيالي وتقديرا وفخرا بأبنائه وتخليدا لذكراهما أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أوامره كذلك بإطلاق اسمي الشهدين إمام المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني على مسجدين جديدين في دولة الكويت حزن كبير على فراق شهدين زهدى في الدنيا ومضيا يسعيان الفردوس حتى باغتت هما يد الإرهاب الغادرة